وطبعا العزوف لا أسباب بعضها مبرر بعضها غير مبرر من الأسباب اللي تقال في العزوف إنه والله أنا قاعد يحطوني في غير تخصصي فأنا ما أستطيع أني أنا أعمل في تخصص مو تخصصي تمام توديني أنا تخصص مساعدة قلنا محاسبة توديني مثلا في الداخلية في مكان غير محاسبة على سبيل المثال أو أنا تخرجت تخصص في علوم إنسانية معينة تروح توديني روح تدرس في مكان آخر ما أستطيع صراحة فهذا أحد أسباب العزوف من الأسباب الأخرى الامتيازات امتيازات مكان تختلف عن امتيازات آخر فإذا رحت مكان أنا ما بيروح هذا المكان لأنه أدري ما في كوادر ما في يعني خنقول فرص عمل أو إن هذا المكان في كرف اليهد في العمل وما في مردود وماكو ذاك المردود في حين مكان آخر أخذ نفس المعاش نفس الامتيازات وأنا مريح أوكي ألعب بالتليفون وعندي أقدر أتيسر وأطلع وكذا وغيره لأن طبيعة العمل سهلة بلا شك إن العزوف عن القطاع الخاص مقابل القطاع الخام إن القطاع العام مؤمن أكثر أنا ضامن مكاني صعب إنه يحركوني صعب إنه يشيلوني صعب إنه يعني يحيلوني للتقاعد أو في حين القطاع الخاص ممكن يعني بشخطة غلم انذاربوا ثلاث تشهر والأغل من ذلك ويره مع السلامة فبلا شك إنه تكونت ثقافة عند المجتمع الكويتي أنا ما أقول الشاب الكويتي والشاب الكويتيين عندهم طاقة جبارة شفناها بالغزو شفناها في مناسبات عديدة طاقة غير طبيعية وإبداعية إذا غارنتم بكثير من المجتمعات عندهم بأمانة شفناهم وأجيال مختلفة لكن تعزز الثقافة معينة بسبب ممارسات بعضها حكومي مزين وسبب المجتمع ككل إنه هو أنا عندنا مثلا ثقافة اجتماعية اللي هو مثلا البنت ما تشتغل في كل الأماكن أو لازم تشتغل في مكان كلهم بنات مثلا على سبيل المثال هذا جزء من العزوف اللي قاعد يصير أحيانا في مكان العمل ترجمة نانسي قنقر